السمنة في الأولى الأخيرة صنفت على أنها وباء هي ببساطة كانت زمان مصنفة أنها مرض هي السمنة هي ترقم في النسج الدهني تحت الجلد بالشكل اللي بيؤثر على صحة الإنسان تمام؟ تبقى للقياسات الدقيقة للسمنة وحساب السمنة عن طريق معادل كتلة الجسم أو الباديمس اندكس تمام؟ كل إنسان يعرف موقفه أو وضعه إيه من زكان عنده زيادة في الوزن أو سمنة متوسطة أو سمنة مفرطة إنه ببساطة بيقسم وزنه بالكيلو جرام على مربع الطول تمام؟ النتيجة لو طلعت منحصرة ما بين 18.5 و25 ده بيكون الوزن الطبيعي للإنسان وأكتر من كده بيقيم تصنف ما بين السمنة المفرطة أو السمنة المتوسطة أو السمنة البسيطة أو زيادة في الوزن ده ببساطة تعريف السمنة